وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في قراءتنا لشرحي أو في قراءتنا لكتاب تنقيه الأزهرية للشيخ مهيد ديني أبد الحميد لا يزال الحديث موصولا في باب المستثنى قلنا إن أحكام الاستثناء تختلف باختلاف الأداء وسبق تفصيل الحديث أما يتعلق بالاستثناء بإله فالمستثناء بإله على سلاسة أقصار إما أن يكون كلاما موجبا تاما فيجب فيه نصب المستثناء مستثناء مثل حضر الطلاب إلا زيدا هذا كلام موجب وتام يعني مستثناء منه مزخور فالمستثناء يجب أن ينصب والحالة الثانية أن يكون الاستثناء في الكلام المنفي في الكلام المنفي أن التام أن يكون منثيا تاما مثل ما حضر الطلاب إلا زيد فزيد في هذه الحالة يجوز فيه الوجهان النصب على الاستثناء والإتباء بأن يكون تابعا للمستثناء منه رفعا ونصبا وجرة ما حضر الطلاب أو ما حضر أحد إلا زيدا بالنسب على الاستثناء أو إلا زيد بالرفع على أنه بدل أو أطف بيان للمستثناء منه هذا القسم الثاني من أقسام المستثناء بإلا أما القسم الثالث أما القسم الثالث أما القسم الثالث فهو الاستثناء المفرغ أو الاستثناء الناقص بمعنى أن يكون الاستثناء في كلام منفي ناقص المنفي يعني أوله نفي دخل عليه أداة من أدوات نفي ناقص يعني مستثنى منه مهزوف في هذه الحالة يكون ما بعد إلا على حسب ما قبل إلا من الأوامل فيرفع هنا وينسب هنا ويجر هنا آخر مثل ما حضراء إلا زيد ما حضراء إلا زيت استثناء منفي أوله نفي والمستثنى منه مهزوف فما بعد إلا على حسب ما قبلها من الأوامل مثلا ما حضر إلا زيد ما نافية إلا أداة الاستثناء حضر فئل ماضي طيب حضر فئل ماضي إلا أداة الاستثناء ملغى زيد فاعل يعني كأنك قلت حضر زيد فقط هذه أحكام الاستثناء بإلا والآن نتهدس عن المستثنى بغير وسوى والمستثنى بغير وسوى مثل المستثنى بإلا في التقسيم يعني ينقسم المستثنى بغير وسوى سلاسة أقسام القسم الأول ما يجب فيه نصب غير القسم الثاني ما يجوز في كلمة غير وسوى النصب والإتباء القسم الثالث ما يكون غير وسوى على حسب ما قبلهما من العوامل قال المؤلف وأما المستثنى بغير وسوى بلغاتها لها لغات سبق ذكرها سوى وصوى بكسر السين وفته السين وصوى أيضا بضم السين ثم عندنا سواء وأما المستثنى بغير وسوى بلغاتها فهو مجرور دائما فهو مجرور دائما بالإضافة المستثنى بغير وسوى مجرور دائما بالإضافة ما حضر غير زيد ما حضر ما حضر غير زيد زيد هو المستثنى وهو مجرور حضر الطلاب غير زيد زيد هو المستثنى وهو مجرور دائما ويحكم لغير وسوى بما حكمنا به للسم الواقع بعد إلا من وجوب النصب مع التمام والإجاب إذا كان الكلام موجبا تاما فغير يجب أن تكون منصوبة إما أنها منصوبة على الاستثنى وإما أنها منصوبة على الحال نحو قام القوم غير زيد قام القوم فعل وفاعل غير منصوب على الاستثنى وهو مضاف زيد مضاف إلي معنى الكلام قام القوم إلا زيد وقاموا سوى زيد قاموا فعل وفاعل يعني فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة باتصاله بواو الجماعة والواو دمير مبني على السكون في محل الرفع فعل سوى منصوب على الاستثنى وألامة النصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعزر وهو مضاف زيد مضاف إلي بنصب غير لفظا وسوى تقديرا ومن جواز الوجهين وهما النصب والإتباء مع النفي والتمام إذا كان الكلام منفيا تاما جاز في غير وسوى الوجهان النصب على الاستثنى الاستثنى والإتباء نحو ما قام القوم غير زيد ما نافيا قام ثئل الماض القوم فائل مرفوع غير بدل أو أطف بيان وهو مضاف زيد مضاف إلي هذا الوجه الأول ويجوز أن تقول ما قام القوم غير زيد فيكون غير منصوب على الاستثنى وهو مضاف زيد مضاف إليه وما قاموا سوى زيد ما قاموا ما نافيا قاموا في الوفاء سوى يمكن أن يكون بدل مرفوع وألامة الرفع ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر ويجوز أن يكون منصوبا على الاستثنى وزيد مضاف إليه في كل الحالين برفع غير وسوى ومن الإجراء على حسب العوامل مع النفي وأدم التمام إذا كان الكلام منفيا ناقصا إذا كان الكلام منفيا ناقصا فغير وصوى على حسب العوامل رفعا ونصبا وجرة نحو ما قام غير زيد ما قام غير زيد ما نافيا قام فعل ماضي غير فاعل مرفوع وهو مضاف زيد مضاف إليه وما قام سوى زيد ما نافيا قام فعل ماضي سوى فاعل مرفوع وألامة الرفع الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر وهو مضاف زيد مضاف إليه برفع غير وسوى على الفائلية كأنك قلت ما قام إلا زيد وما رأيت غير زيد ما نافية رأيت فعل وفائل غير مفئول به وهو مضاف زيد مضاف إليه كأنك قلت ما رأيت إلا زيد وكذلك وما رأيت سوى زيد بنسب غير وسوى على المفئولية وما مررت بغير زيد ما نافية مررت فعل وفائل بي الباء وهرف جر غير اسم مجرور بالباء وألامة الجر الكسرة وهو مضاف زيد مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بالفعل وما مررت بسوى زيد بجر غير وسوى بالباء وفي هذا انتهينا من المستصنى بغير وسوى المستصنى بغير وسوى على ثلاثة أقصى كما أن المستصنى بإلا على ثلاثة أقصى القسم الأول من النوعين يجب أن ينصب إلا أن المنصوب في المستصنى بإلا هو المستصنى نفسه والمنصوب في المستصنى بغير وسوى هو لفظ غير وسوى وفي القسم الثاني جواز النصب والإتباء وفي القسم الثالث المستصنى وغير وسوى على حسب الأوامع رفعا ونسبا وجرة بقي النوع الثالث من أنواع المستصنى وهو المستصنى بالفعل المستصنى بأفآل الاستثناء وأفآل الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعد قال وأما المستصنى بليس ولا يكون فهو واجب النصب إذا كانت عدات الاستثناء ليس أو لا يكون فالمستصنى يجب أن ينصب لا يجوز أن يجر بحال من الأهوال لأن المستصنى خبرهما يعني هو خبر ليس خبر لا يكون مضمن معنى الاستثناء واسمهما ضمير مستطر فيه موجوبا تقديره هو آئد على اسم الفائل المفهوم من الفعل السابق عند سيب ويهي يعني مسألة فيها شيء من الخلاف أو ألا البعض المدلول عليه بكله السابق عند جمهور البصريين هذا القول الثاني أو ألا المصدر المدلول عليه بالفعل تضمنا عند الكوفيين نحو قاموا ليس زيدا قاموا فعل وفائل ليس فعل ماضي ناقص مضمن معنى الاستثناء واسمه ضمير مستطر تقديره هو زيدا خبر ليس منصوب وهو المستثناء وكذلك قاموا لا يكون زيدا والتقدير ليس هو ولا يكون هو ومرجع الذمير القائم عند سيب ويهي أو يعني هو يؤود على القائم عند سيب ويهيي ويعود على بعضهم عند جمهور البصريين كأنك قلت قاموا ليس القائم زيدا على قول سيب ويهيي أو قاموا ليس بعضهم زيدا عند جمهور البصريين أو التقدير ليس قيامهم قيام زيدا قاموا ليس قيامهم قيام زيدا عند الكوفيين والمضاف فهزف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما انتهينا من المستثناء بليس ولا يكون وهو واجب النصبي والآن مع المستثناء بخلا وأده وحاشا فيجوز نصبه على المفئولية يجوز نصبه على إيه على المفئولية وفائلها ضمير مستتر وجوبا وفي مفسره الخلاف السابق وفي مفسره الخلاف السابق على سلاسة أقوال نحو قام القوم خلا زيدا قام القوم فعل وفائل خلا فعل ماضي وفائله ضمير مستتر تقديره هو يؤد إما على القوم وإما على بعضهم وإما على القيام وزيدا مفئول به منصوب أو المستثناء المنصوب ألا أن خلا فعل ويجوز أن تقول قاموا خلا زيد فيكون الإعراب قاموا فعل وفائل خلا زيد جر ومجرور خلا هرف جر زيد اسم مجرور بخلا ألا أن خلا هرف جر وقاموا عدا زيدا أو زيد يجوز الوجهان قاموا فعل وفائل عدا فعل ماضي زيدا مفئول به منصوب أو منصوب على الاستثناء ويجوز قاموا عدا زيد فيكون عدا حرف جر وزيد اسم مجرور بأدا وقاموا حاشا زيدا قاموا فعل وفائل حاشا فعل ماضي زيدا مفئول به ويجوز حاشا زيد فيكون حاشا حرف جر وزيد اسم مجرور بحاشا وإنما يجوز فيما بعدهما أو وإنما يجوز فيما بعدها الجر والنصب على التقديرين المذكورين ما لم تتقدم ماء المصدرية ألا خلا وآده ألا خلا وعده فإذا تقدمت ماء المصدرية فإن تقدمت عليهم وجب النصب لتأيين الفعلية هنا إذن إذا قلت قام القوم ما خلا زيدا فالنصب على الوجوب لا يجوز الجر لأن ماء المصدرية مختصة بالأفآل مختصة بالأفآل إذا كانت ماء مصدرية ما لم يحكم بزيادة ماء أي ما لم تكن مازاعدة فإذا قيل إن مازاعدة فالوجهان جائز حتى بعد دخول ماء قام الطلاب ما خلا زيد وما زائدة وخلا هرف جر وزيد اسم مجرور بخلا ولكن ماء الزائدة لها مواضئها المعروفة المقررة في كتب النحو فلا يجوز دعوة الجر على أن ماء زائدة إلا إذا وجد ما يدل على ذلك من السماء فإذا سبت أن الأربي حضر القوم ما خلا زيد بالجر طيب أمكن وصح أن يدأ أو أن يعني صح الدئاء أنما زائدة ويجوز الجر مع وجودها وإلا فلا ما لم يحكم بزيادة ماء فإنه يجوز الجر على تقدير الحرفية لأن ماء الزائدة يجوز دخولها على الحرف لكن ليس على إطلاقه على هروف مؤينة على هروف مؤينة وليهذا إنكهى باب المستثنى وخلاصة الباب أن المستثنى على ثلاثة أقصى مستثنى بإلا مستثنى بغير وسوى مستثنى بأفآل الاستثناء والمستثنى بأفآل الاستثناء يجوز فيه النصب والجر إذا تجردت الأفآل إذا تجردت الأدوات من دخول ماء يجوز الوجهات فإذا دخلت ماء وجب النصب إذا دخلت ماء وجب النصب وإن لم تدخل جاز النصب على أنها أفآل وجاز الجر على أنها هروف جر ننتقل من باب المستثنى إلى باب اسم لا النافية للجنس وهو الحادي أشر من المنصوبات في اللغة العربية على ترتيب هذا الكتاب قال المؤلف الحادي أشر من المنصوبات اسم لا النافية للجنس وإنما يكون منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف في كونه آملا فيما بعده في كونه آملا فيما بعده فالمضاف نحو لا غلام سفر حاضر لا غلام سفر حاضر غلام اسم لا منصوب وهو مضاف سفر مضاف إليه حاضر خبر لا مرفو قال فلا نافية للجنس وغلام سفر اسمها ومضاف إليه وهادر خبرها ومعنى لا النافية للجنس معنى لا النافية للجنس يعني التي تفيد النافية المطلق يعني ما ما دخلت عليه منفي تماما بكل ما يتعلق به بغض النظر عن المفرج والمسنى والجن أو القليل أو الكثير بغض النظر عن العدد أو عن الكم وعن الصفة وعن الكيف لا غلام سفر لا يصف أن يوجد غلامان ولا أن يوجد سلاسة أقلم ولا أن يوجد قوي ولا ضئيب هذا نفي عام لا غلام سفر حاضر بخلاف لا التي تعمى العمل ليس فهي تنفي وجود الواهد فقط ولا مانئ من وجود الاثنين أو ثلاثة والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا مرفوعا كان المأمول نحو لا قبيحا تئله حاضر لا نافيا للجنس قبيحا اسم لا منصوب وهو سفة مشبهة أمل أمل الفعل طيب تئله فاعل مرفوع وقبيحا لا يتم معناه إلا بكلمة فعله فقبيحا مع لفظ تئله بمنزلة المضاف والمضاف إليه بمنزلة التركيب الإضافي حاضر خبر لا مرفوع فقبيحا سفة مشبهة اسم لا وفعله فائلها ومضاف إليه أي فعل مضاب وهو دمير مبني على الضم في مهل الجر مضاف إليه وهاضر خبر لا أو منصوبا أي قد يكون ما يتعلق به اسم لا قد يكون منصوبا نهو لا طالعا جبلا مقيما أو لا حافزا الدرس موجود لا نافيا للجنس طالعا اسم لا منصوب وهو اسم فائل يعمل أمل الفعل وفائله دمير مستتر تقديره هو جبلا مفئول به منصوب مكيم خبر لا فطالعا اسم لا وهو اسم فائل وفائله دمير مستتر فيه وجبلا مفئوله ومقيم خبر لا أو مخفوضا بخافض متعلق به نهو لا مارا بزيد عندنا لا نافيا للجنس مارا اسم له منصوب وهو اسم فائل يعمل أمل الفعل وفائله ضمير مستتر تقديره هو بزيد جار ومجرور متعلق باسم الفائح عندنا زرف منصوب متعلق بمهزوب خبر لا فمارا فمارا وكذلك وكذلك إذا كان جمع تكسير نهو لا رجل عندنا لا نافيا للجنس رجل اسم لا المبني على الفتح في محل نصف عندنا زرف متعلق بمهزوب خبر لا ومثله لا ريب فيه لا ريب فيه ريب مبني على الفتح في مهل نصف ولا رجال هذا جمع تكسير رجال اسم لا مبني على الفتح في مهل نصف لأن الاسم المفرد وجمع التكسير ينصبان بالفتح ويبنى على الياء في التسنية وجمع المذكر السال في التسنية وجمع المذكر السال فالأول نهو لا رجلين موجودان رجلين اسم لا مبني على الياء في مهل نصف لأنه مسن والثاني نهو لا زيدين موجودون زيدين اسم لا مبني على الياء في مهل النصف لأنه جمع مذكر سالم بكسر الدال في زيدين لأن المسن وجمع المذكر السالم ينصبان بالياء ويبنى على الكسر في الجمع بالألف والتا أي جمع المؤنس السالم نهو لا مسلمات بالكسر مسلمات اسم لا مبني على الكسر في مهل نصف لأن جمع المؤنس السالم ينصب بالكسر وقد يبتح يعني قد سبت عن العرب فتف جمع المؤنس السالم إذا دخل عليه لا نافع للجنس وذلك من باب إجراء الباب على وتيرة واهدة أو طرد الباب على وتيرة واهدة قال وقد يبته إجراء للباب على وتيرة واهدة عند أبي أثمان المازيني من البصريين وبهذا انتهينا من المنصوب الحادي أشر موسيقى